عزيزيزيزيزيزيزين أهلا بيك وحلقة جديدة من المنتدى على شاشة قناة المحور النهاردة كانوا فيما مباراتين في الدوري العام لمصري المباراة الأولى بين تلاقي الجيش وفريق مصر مقصة وانتهت بالتعادل السلبي وانهارة ثانية بين البنك الأهلي وفيوتشر وفاسفا فيوتشر بأربع هدف مقابل هدف المباراة مهمة وكبيرة للاعبي فيوتشر بعد هزمتين متتريريتين بيرجع التاني فيوتشر بيفوز وبيعمل أداء ولا أروع رضا بوبو من ضرب الجزاء سعد سمير أحمد عاطف أحمد رفعت ومحمد هلال هدف فريق البنك الآلي وناصر منسي ضيع ضرب الجزاء لنادي البنك الآلي وطرد لعب من أسامة إبراهيم لعب البنك الآلي وده كان محور المباراة يمكن أنا حضرت الشوط الأول المباراة في الملعب بدأ بداية قوية جدا من الفريقين لكن فريق فريتشار كان في الفترة الأخيرة كان من علي مهر كان محدد أهدافه مع الفريق والتدريبات وامتابعة جيدة جدا رجع الثاني فريتشار بيمتعنا بأداءه الرائع في هذه المباراة وعنده مباراة جاية إن شاء الله يوم الخميس أمام النادي الزمالك أعتقد أنه يبقى مرأة من العيار السقيل مباراة كبيرة جدا فوز مع ناوة كبير لفريق فريتشار مبروك كابتن علي مارك كابتن عبدالزار وكل مجلس إدارة النادي فريتشار مبروك لهم هارد لك البنك الأهلي اللي حاول النهاردة وكان بيعود المباراة في بعض الأوقات رغم النقص العددي لنادي البنك الأهلي لكن هي دي كرة القدم الطرد المبكر نقدر نقول فتح الملعب بالنسبة كابتن خالق جلال لفريق البنك الأهلي كابتن علي مهر استغل ده وكمان اتأخر كابتن علي مهر بتغييرات تقريبا للدقيقة 30 في الشط التاني أو بعد كده بشوية وعمل تغييرات وده بيدل إن اللعيبة وقف على رجليها اللعيبة هو بالتشكيل ده كان عامل بني عليه الخطة تحديدا نقول مبروك لنادي فيوتشر حد لك لنادي البنك الأهلي